فأقول لك الـ Velocity أعطينا الـ Velocity نطلع هاي الـ Velocity Find Acceleration Acceleration زي ما نعرف الـ Differentiation كيف نعرف هكذا تقفت على الـ Integration وطلع هون طبعا ممكن نكونش واضح أدك كثير بس تلاحظ انه هاي الـ VT عبارة عن Integration للـ Acceleration يعني معناتها إذا عملت Differentiation للـ Velocity بعطيك الـ Acceleration أوكي فهون أول Part بدك تعمل هاي الـ Differentiation ثاني Part بدك تعملها Integration لأنه بالـ Displace بتاع هاي السير فشو الـ Differentiation تبعه VT فعندك تبكتب هون على السريع A of T بطلع الـ Differentiation لأنه الـ Differentiation اسمع منيح الـ Differentiation تبعه الـ Velocity بعطيك الـ Acceleration فبطلع منس 5 ميتر ثاند إلى منس 2 هاي أول Part هاي أول Part حسنا 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 بالنسبة للـ Initial Displacement عبارة عن الـ Integration تبع الـ Velocity في العكس فأعمل الـ Integration وإن تبعه فشو الـ Integration فبصير لديك S of T قم بحسنا شو الـ Integration تبعه 20 بما أن 20 لحالها ما عندها فعا السريع بتصير 20T مينس 5 طلعها برة شو الـ Integration تبعه T صح هي T to the part of 1 صح بجمعه لها ون هون وبقسمها على عددها يعني بصير تي سكوارد أوفر 2 بلاس سي حلا حط هاي البوينت حط هاي البوينت عشان نطلع الفالو فبصير عندك هاي هون عندك 5 إيقونز حط محل تي زير وراحت يعني سي عندك إيقونز 5 حيطلعنا الإيكواجن فالإيكواجن بصير هيك شكلها تبع تبعي 20 تي منس 5 تي سكوارد over 2 plus 5 شوف المارسكين بطلع المارسكين كيف أعملها 20 تي منس 5 تي سكوارد over 2 plus 5 exactly like what we did ونفس السيستم شوف هايو فألاحظ أنه الـ displacement عبارة عن الـ integration تبعي VT والـ derivative تبعي VT هي نفسها acceleration فكيف تعمل حين درستنا هون طبعا يعني كيف تتعمل هاي integration بنوزع integration sign مع DT زي ما سوى هون وشوف المارسكين تبعي الـ constant عادي 20 تي شوف المارسكين تبعي 5 تي سكوارد over 2 plus C هلما أعطيك condition بقول لك initial displacement is 5 شون initial displacement يعني هاي 0 هاي 0 لاني حط محلها T0 الـ initial يعني T equals to 0 وحط محلها 5 فبطلع عندي C equals to 5 هي C equals to 5 هل ارجع حطها بالفنكشن الأصلية عشان تطلع مرتبة وشوف شو هي هيا فبطلع S of T equals 20 T minus 5 T squared over 2 plus 5 تبعي اكي لأني سي تفهمتك قديش فهمت هذا الـ question out of 7 stars حط تحت بالكومنت تحت هذا الفيديو أكم من ستار بتحط لحالك فهمت الـ question من شرحي 100% بتحط 7 stars أقل من 100% حط 6 stars وانتقدر كديش يعني فهمت 1 star 2 star 3 stars 5 stars 7 stars let me know اكي done